جوز كلام ام جوزيف بدي اعمل قهوة تشربي معي اي والله بدي افنج عن قهوة شو هاد شو عما تقري كتاب التربية الاسلامية للصف التاسع اين المشكلة حبيبتي احنا متفقين على موضوع انه كل واحد بيضل على دينه يا قلبي ما في مشكلة انا ما عندي مشكلة خليكي متى ما بدك بقى ليش ليش مين قالك انه بدي غير ديني ما احد اقلي بس عم شوف بعيوني شو عم بتشوف عم شوف انك قاعدة ولامك كتب التربية الاسلامية تبع المراحل الدراسية كلها وعم تقريها لا ما حذرت مو بس كتب التربية الاسلامية ورجيني لشوف ايوه وكتب التربية المسيحية ايوه لأ هلا انا ما عد تفهمت شو عم بيصير معك حبيبتي انت منيحة اي اي منيحة وكل شي عم بيصير معي اني قريت شي على الفيسبوك عم بيقول انه موجود بمناهج التربية الاسلامية والشي اللي قريته بيحرد على التطرف فعم دور بكتب التربية الاسلامية لاتأكد اذا هالحكي موجود فعلا او لا واذا لقيته موجود بالدراسة العلماء بالدين واتأكد من صحته وافهم تفسيره لانه من كل عمري بفكر انه الاديان ما بتحرد على التطرف والقتل والارهاب بس تفسير النص الديني احيانا من قبل بعض الناس بيوحي بهالشي طيب فهمت عليك عم تقري الكتب مشان الدورة على شي عريتي على الفيسبوك يمكن موجود بالمنهج ماشي هاي فهمت بس كتب التربية المسيحية قتل حالي فرد مرة بقرأ وشوف كمان اذا فيها هيك شي طيب وبعدين بعدين اذا طلع في شي بالمناهج بيحرد على التطرف لازم نتوجه للجهات المسؤولة بوزارة التربية ونطالبوهم بتغييره تغيير شو لك يا ام جوزيف المشكلة انه الموضوع كبير واذا بدنا نطلب التغيير فالتغيير لازم يوصل للمنظومة الكبيرة يليه الى ارتباطات اجتماعية وسياسية وسقافية وفكرية وامنية ايه بعرف بس منعمل اللي منقدر عليه ومنبلش بالمناهج على القليلة منحاول نحمي الجيل الجديد طيب ولقيت يشي لا هلأ لا وبعد ما تخلصي من وزارة التربية حستنمي وزارة الاوقاف ايه مو غلط والله يا ام جوزيف انا بيحترم هالاسرار والشجاعة والحرص اللي عندك الله يقويكي ويحمل معيك وانا بتشكرك على احتناعك بس هالحكي ما بيطعمي خبز مساك هدول الكتوب وبلش اقرأ معي خلينا نفهم شو الموضوع اي بس انا كنت في ديقوم اعمل قهوة ارا هلأ مو ضروري القهوة لا حول ولا قوة الا بالله انا بالمدرسة ما كنت ادرس دياني جاي هلأ تخليني اقرأ الكتوب كلها اللي ما اريتها بزماني جوز كلام اشتركوا في القناة